السلام عليكم ومرحبا بكم معنا ناشخط لبنات اليوم حبيت ندير معاكم ليك خاب ليجوا بزاف مقرمشين ليك خاب هذو كل الوصفة اللي اللي هم دارين حالة بيها في الغيزو سوسيو قدت نجربها ساعة جربتها جتني بزافها الى البنات جي مقرمشة يعني احسن من الوصفة الولانية اللي كنا نديروها الوصفة القديمة شوفوا البنات في غي سيبيون نجيبوه تلت حبات ولاد الجاج باياد البيض باياد البيض نديرو نطلعوهم البنات ونديرو خمسين قرم تحسكر ما يقارب زوج مغارف تحسكر يعني اللي ما عنداش الميزان نقول لكم بالمغرف وفي جيهة واحدة اخرانة نصريت الحليب الحليب يكون بارد بزاف البنات نجبدوه من الفرجيدار يكون بارد بزاف ونديرو معه زوج مغارف تعلفاني نطلعوهم تاني هكذاك حتى تولينا رغوة يعني على بلكم بالحليب فيه المادة الدسيمة كينطلعوه يدير نار غاوي في هاد الوقت البنات شوفوا بعد ما نطلع البيض ديالي ولي ما عنداش عندها باطع واحد واش تدير طلع الولاد الجاج هو الولاني البيض البيض ديروه في الفرجيدار وتعاود تولي الحليب ولفاني طلع الحليب ولفاني مليح كي بدوا يطلعو لها كما قلت لكم ديرو نص شكالة تحليب خمسمائة مليليلتر تحليب مع زوج مغارف تعلفاني وديرو الفارينة البنات كي تشفوه بدو دير الرغوة هادك ديرو الفارينة الفارينة نديرو مستين وعشرين قرام هادي اللي عندها الميزان ولي ما عنداش الميزان كي ماركو تشفو البنات يجي كاس معمر وكاس صغير غير صبع هاقدات ابي بخي نضيفوهم معاهم و بالنسبة المغارين نضيفو زوج مغارف كبار ما يعادل خمسين قرام مالذوق 50 قرام ماركو ما يعادل زوج مغارف تعلق مالذوق يعني المغارف ترفد مئتين وعشرين قرام هاقدات دوكا وش نزيدو دوكا كي نكملنا كلش طلعنا كلش ضفونا كامل دوك المكونات نزيدو هادك البايات نقسموه على زوج نضيفه كامل البيض بيض البيض بشكلناه شغل موس بعدها تكون الخارج جاهز بش نخدموه في الكهات لبنات هذه الوصفات جي بزف مقلة مشات جي هيلة بالنام خلفها كما قالوا بناتي كما تعطي غاميسو شوفوا البنات لازم تكون عندكم تاويل تكون عندكم مقلة عليك خاب سبيسيال ليك خاب والبغرير ما تديروا فيها حتى حاجة تطيبوا فيها غير ليك خاب والبغرير كما راكو تشوفو انا هنا المقلة عليها دي بزف قضيهمها البنات يعني حاولت باش نديرها في طاجين واحدة اخر ساعة ما ساعدنيش الحال ساعتني هديك المقلة البنات كما راكو تشوفو كيتشوفوها حمارت نحوها وديروا لها شوكولة يعني في نفس الوقت نفس الوقت ديولها شوكولة هكا باش ما تتكسر لكم كيتشوف راهي تتكسر هايليك البنات شوفو طريقة كيفاش نديروها هكدا بعدها نكملوا كامل ذاك الخالطة دينا يا بسباتشو يا بالبنسو ولا يعني وش كان عندكم واجد حفوا هايليك كيتحمر العلاقة دمدرنا هالقيقات جي مقلة مشى لبنات خلوها كيتحمر ديروا وحدة فوق وحدة والحبات للخلانيين قلبوهم لبنات لانا درت ربع حبات للخلانيين ما درتهمش كيما هم يعني درت العكس قلبتهم على قفاتهم يعني درت الجيها المحمرة من فوقها هكا باش يعني دييني شبف ديكو اغذية لها وهايليك البنات زينوها بوش ما حبيتو كيما قلتلكم ديرو شوكولة ما بينو بين طباقات في الاخير درت لها نصح بابانا وحبيبات تعليف خاص شبعتها من فوقها جيت بزاف بنينا البنات من قرمشة يعني نتمنى تجلبو هاد الوصفات السهلين وليما يكلفوش بزاف ونفرحوا بهم وليداتنا ونفرحوا بهم عائلة دينا نقول لكم الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفة جديدة البنات وما تنسونيش بالجام والاشتراك اشتركوا في القناة جديدة قلكم سلام خياتي فيديو الجاي ان شاء الله بقيكم بسلامة سلام